السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديال الفلوس وقد يديروه في داركم غير بشوية ديال الفلوس كما العادة دائما سريع وبنين ومفيد اول حاجة غادي نديروها ان شاء الله غادي نوجد معكم لسالات بالنسبة للسالات انا دائما كنوجد شي حاجة اللي غادي تجيني سهلة في تقديم ديالها وسهلة في توجد ديالها هنا عندي الروز كيتسلق الكمية اللي انتوا ما حبيتوا وواحد الفلفل حلوة وكذلك الدنجال انا كنديرو بهالطريقة هادي لانني كيجيني فيه المدق ديال شوا كيما سبق لي وذكرت كنحك واحد الماطيشة كبيرة وواحد الدرس ديال توما كذلك اولا جوج درس ديال توما انتوا ما لحسب الاختيار ديالكم انا كندير غير درس واحد ديال توما ما عرفتش ما ما كيعجبنيش نكتر توما بزف كنزيد العطرياء المقيلة تحميرا كمونس كنزبير شوية ديال الخرقوم شوية ديال الملحب طبيعة الحال وواحدة ربيع ديال الحامض مصير اللوب دياله غير اللوب دياله وصافي كنمشي هديك الدنجال اللي مشوي كنقشرهم لانهم كيجيوا سهلين مرة ما كنديرهم في البلاستيك بطبيعة الحال كيرتابوا تيتقشروا بسهولة ومن بعد كنضيفهم على هاد العناصير هادي وكنضيف شوية ديال زويتة بلدية وكنحطهم فوق من النار يطيبوا كنبقى ندق دق عليها بحال هاكا حتى يعني ذاك الدنجال كيما كنقولو كي تدق مزيان وكي بالنسبة للحوت ديالي النوع ديال الحوت اللي بغيتو من غير بطبيعة الحال السردي لانه كنضيره بطريقة أبار هنا كنضير العطرية نورو ما الموم في هاد الحوت البيض ما كنضيرش العطرية كنضير غير الكمون والفلفلح يعني حارة أو الفلفل يعني الفلفل الأسود والملحة والخل هنا درت الحامض مع العطرية الاختيارية العادية اللي مول فيه بطبيعة الحال كنقوي شوية الكامون وشوية البزار وشوية الملحة كمية مكترش نهائيا ونضيف الملحة والبزار 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 هذه مع شوية زيت البلدية يعني ما كين لا زيت رومية لا قليلة اشي حاجة وكي جي رائع بزف غير ناصيحة اذا درسوه بالدقيقة ديال الدرع ما تخلي وهيش يطلق يرتاح بزف او لا يطلق عاد تكلو لانه هكا كي اه بحالي لك يرتاب ما كسبقاش فيه ديك القرماشة دان هنايا كي ما قلت لكم ما كنديرش زيت بزف وهد المقلة هدي راح كي يجيب حليل المقلي تماما بالنسبة لبنات اللي غطيبه في الفران من الافضل ديرو دقيق الفينو عواض دقيق ديال الدرع المهم في كل حالات القرمشة اكتر كيعطيها دقيق الفينو ولكن انا اه بغيت ندير دقيق ديال الدرع لانه صراحة كدرني المصران وما مبغيتش نهائيا كلا فينو لا تشي حاجة نخلي له واحد المدة ديال الرحالة دليامات كي ما شفت لبنات كيفاش كي اه كيفاش جاي مقرم من برا يعني را كي يجي محمر بحال تقولوا لمقلي صراحة هاد المقلة هدي رحمة ديالله كاتهنيك من المقلة والزيت وكاتهنيك تمنى شوى بالنسبة الفاخر وده كتتخربة المهم بالنسبة الكروفيت كان طيبه بنفس طريقة يعني اه تقريبا واحد الخيط صغير ديال الزيت وهي هو الحد ديالنا طيب هنا يا هدي كرفة الفراني قطعتها مع اه تهية من بعد اه تشوات اه قشرتها وقطعتها مع شوية ديال ما طيشها والبصلة درت معها الخل بزيرة ومليحة صافي وكن خلطها وهي هي صلاة دماغ وكن واجدة بالنسبة لتقديمة البنات كي ما شفتوا درت معايا جوش الانواع ديال السلاتات هادي وزعلوك بالطريقة اللي كنت وريت لكم من قبل زعلوك البنات ما درتش عليها الربيع ممكن انكم تديروا الربيع انا ما كنفضلش فيها الربيع المهم اه زينتو هكا حطيتو غير فطبيصيل وزي وغادي نزينو بشوية ديال الحمض مصير كي ما كتشوفوا معايا تقديم ديال الحوت باش يبان اللي نام بلي راه همه وشان وبلي واحد طبق اللي هو كبير وخفي غير شوية شوية من الحاجة ولكن كي من واحد طبق اللي هو ديال العرايد غير يعني احنا كنديروها كطبق اللي هو كيكون كبير وتنديس باتشوف فيه الامور هذي باش تبان غزالة وزوينة في المنظر يعني كما كنقولو تقديم كيلعب دور اكيد في الاكل اللي احنا كنكلوه وكما كنقولو راه العين كتاكل قبل من الفم ادن غادي نحط هكا الروز في القوالي بحل هكا وغادي نحط هنيا ما جانيش ديك الجاني انا نخصني نحط الحوت هو الاول كي ما كتشوفو بها الطريقة المهم غدي نفرقو في البلاد يعلي وغادي نحاول انني نحط هذوك الهريسة مع شلاده الوسط وصفي يعني التقديم اللي هو سهل ما قدمتش بزر جيال امور ما كينش القليق اللي قليق اللي كيدير قوة الروينة وقوة المماعن بشي قوة المماعن لقليك يبغير روينة يعني كيكون خاص تنقي هذيك يعني خاص تنقي البلاك وخاص تك يعني كل شي كيترون صراحة نهار القلي لذلك في هالطريقة كتجي اأمن وكتجي ارواع الصراحة وقلد وصحية اكتر هنا يا كندير ديك لاصوس فوق من ديك الروز وكنزين بالطريفة ديال الحامض هنا تقريبا لبنات نقول عندي تقريبا 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 واحد قولو واحد مية درهم ديال الحوت او لا مية وعشرين درهم ديال الحوت يعني تقريبا مية وعشرين درهم ديال الحوت وخرج منه واحد طبق اللي تبارك الله را غدي ييكلوا منه نقولوا واحد اللي النشاط اللي نصراحة غدي ييكلوا منه واحد اللي يقولوا واحد ستة الاشخاص شحال هاديك تقريبا يعني ستة الاشخاص بمية وعشرين درهم ديال الحوت يعني را هادي ما يمكنش ييكلوا بها في شيريستو اللي غايحطوا لهم هاد البلا هادا القليلة غايضربوه بواحد اربعمية ولا خمسمية درهم لهاد البلا هادا اذا كان نصحكم انكم تجربوه بهاد طريقة وكان هادا هو البلا ديالي من بعد كاس ديال القهوة وشوية ديال الحلويات وكان هادا هو نهاري والوصفات اللي دازو فهاد النهار نتمنى انه يعجبكم نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم والاقتراح ايدا عجبكم ما تنسوش تبرتجيو مع احبابكم وتخليوا ليجين باش نعرف اللي هاد النوع ديال وصفة تعجبكم شكرا لكم على المتابعة واتلقوا في فيديو قديمة باذن الله تعالى